وعدتنا من 12 ونص بضيفتنا هاي الخليك بجوة لقلقون وعدتكم بضيفتنا دكتور مهرة اللطفي سفيرة الخلايا الجدعية سفيرة الإمارات للخلايا الجدعية ضيفتنا بسديوهات إزاعة بانوراما أفأمل على السوشيال ميديا تعرفوا عليك ومؤثرة أيضا على صفحات السوشيال ميديا فيما يدخلوا على صفحتي كوي شوفوا أكيد كل شيء عم بتقومي فيه من نشاطات بالإضافة لأن سفيرة الإمارات للخلايا الجدعية صبي كتير ترندي ومهضومة وقريبة للقلب دكتور مهرة أهلا وسهلا فيك بسديوهات إزاعة بانوراما أفأمل أهلا 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 والله جيسي شخبارك أنا كتير منيحة نصرينك شكرا لك على هذا الصراحة وأيد أنا جميل أن نكون هنا أهلا وسهلا فيك دكتورة لما منقول الخلايا الجدعية أنا مبارح الخلايا الجدعية لأني مني دخلة بتفاصيل غربطت فيها فقالت لي لا أستمسز جيسي الكثير من المستمعين يمكن أن يسألوا شو الخلايا الجدعية وشو فوائدة أوكي بما أني أنا قاعدة بس بس ديلة سهلين أكيد أكيد بما أني أنا قاعدة أسول الماجستير في كينغس كوليج في الخلايا الجدعية فأخبركم أحيانا عن الخلايا الجدعية الخلايا الجدعية هي خلايا ناخذها من الجسم فتلموت تتكاثر تقدر تتحول إلى خلايا مختلفة في الجسم وطبعا عنا نوعان عنا خلايا الجدعية بالغة عنا خلايا الجدعية جنينية ولها عدة استعمالات مثلا خلايا الجدعية بالغة اللي هو الأوتلوكس استمسل يأخذونها من نفس جسم المريض ويعالجون عدة أمراض مثلا في التجميل في الكوزماتيكس وعندنا الخلايا الجدعية الجنينية اللي يأخذونا من المشيمة من الطفل سألتك عنه هيدا موضوع ويحتفظون في المشيمة للطفل والحبل السري وهالأشياء ويستعملونا لك 10 years after تقدرون تستعملونا إذا لا سمح الله صار في أمراض إذا سمح الله صار في أي أمراض أو أي شيء دكتوريا سوشال ميديا ما شاء الله مولي عندك بالأجواء دايما هيك يعني بدي خبر السباية اللي عم بتابعونا صبية ومهضومة ودكتوريا أكيد تابعوني في إنستجرام نتكرون بس بصفحتك أكيد مش جلوبل بيس وانت بيسفل؟ أكيد اني بيسفل طيب دكتوريا خلينا نرجع إلى الخلايا الجبعية فوائدة ولشو أكتر شي عم تنطلب يعني شو الإجراءات اللي بتعملوها أكتر شي يعني نحنا قاعدة نسوي الريسيرج نحن نسوي الاستمثل تريتمنت على تريتينج أنتي ايجينج من رجعت عشرين سنة وراء من رجعت شباب بس أيضا عندها عدة استعمالات ثانية يعني يعالجون الشيخوخة يعالجون السكري من النوع الثاني يعالجون التصلب اللويحي فيه وايد استعمالات عندكم العقم السرطان الدم الجلطات والتهابات الدماغي منينجيتس العيو أكتر من تجميلي يعني هو أبعد كتير من التجميلي هذا أصلا يسمونه طب المستقبل نعم لشانتي I'm so interested in it يعني I'm mastering it فالبحث راح يكون عن كيف ترجع الشخص عشرين سنة يعني شباب إيوه صح نبقى نرجع الشخص عشرين سنة وراء ممكن إذا عم تعمل ريسورج يعني ممكن أكيد طبعا إيوه تتابع لكينغز كوليج لندن فأمدون كدر ريسورجناك وإن شاء الله يعني يتكونن بياه جيد ريسورج ونقدر نطبقها عن الناس إن شاء الله إن شاء الله يا رب خلينا نروح للصبايا اللي يحبين يحافظوا على نظارة بشرتهم شو نصائحك بقاله والله أول شي لازم ما تناول من الوقت هذا شيء مهم جدا تشربون وايد ماي تاكلون أكل صحي لأن الأكل يؤثر وايد على البشرة أنا نصحكم إنه يعني لازم تقسلوا من الرجال تقسلون بشرتكم بطريقة وايد زينة وتسوون السكين كير روتين اللي تسوونا دايما تقيل لازم يكون سكين كير روتين بالليل ولا لا أمش ضروري لا مو ضروري ومن أم تعم من بلش بالكريمات اللي بتعمل أشر للوجوه هاك أي عمر بتنصحك والله ما في عمر معين على حسب البشرة تقدرين تقولين يعني سمان طاعش نعم بس على حسب البشرة تكون مش محتاجة تكون محتاجة أو ممحتاجة في بشرة دهنية في بشرة جافة في بشرة تيزون فأنصحكم تقسلون بشرتكم وتسوون سكين كير روتين الاي سيرام المويسترايزن كريم أهم شي هذا خاصة اللي عندهم بشرة جافة هل ضروري يكون غالي؟ نعم مو ضروري يكون غالي في برندات يعني مو لين احنا ممن اقتنع انه لازم يكون غالي انه الدكتور اذا وصف لنا كريم حقه ستين سبعين ريال ما منحسوا انه لا لازم يكون حقه ثلاثمئة واربعمئة وخمسمئة ريال مو ضروري أصلا تشوفون الكوريين احنا كيف بشرتهم صافية يستعملون كل منتجات كورية ومو غالية أبدا نعم فعندهم انواع من الأعشاب يحطونا في السكين كير فمو ضروري يكون غالي لا أبدا بس انه تعتنون هذا أهم شي يعني قلتي لي كمان الشمس لازم الواحد يتبيني الشمس صحي تنتبه للشمس يحط واقي للشمس واقي خمسين اس بي اف ولا أكثر يعني مو أكثر لا مو لازم أكثر هيا خمسين اوكي اللي يحطو شوية في السكين كير روتين وقاية للشمس بغاية زينة الموبايلات بتأثر على البشرة موبايلات لا ما تأثر على البشرة يعني بيقولوا ضو الموبايل بأثر على البشرة فاول إذا بيأثر دكتور مهرة بتقولكم ما بيأثر اي 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 انا موت على السيشال ميديا دكتور مهرة ما راح يكون آخر لقاء لألا معيك أكيد سيكون لقاءات تاني ان شاء الله بالأسابيع اللي جايب اتمنى لك نهار سعيد وعندك زيارة إلى جدة اكيد اكيد صاحبة كنا بحضر الرجسي فيلم فستيفل في جدة في ديسمبر سيكس فاباكم متواجدة بيتعرف عليك أكثر وأكثر بيكون موجودين نحنا راح نجح يكون لقاء جديد معيك قريبا اتمنى لك نهار سعيد وإليك اهلا وسهلا بك بسجاهات بانراما